أمام إيران فرصة لتجنب ما سماها وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أقوى عقوبات في التاريخ إذا حدت من نفوذها الإقليمي وقلصت برنامجها للسواريخ الباليستية فضلا عن تلبيتها سلسلة من المطالب للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي معللة بأن اتفاق إيران النووي ليس كافيا لا لثني طهران من امتلاك أسلحة نووية في نهاية المطاف ولا للحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية قبل نحو أسبوعين انسحابها من الاتفاق متعدد الأطراف وإعادة فرض العقوبات على طهران ورغم مشاطرتهم واشنطن وخاوفها بشأن صواريخ إيران الباليستية وطموحاتها للإهمنة الإقليمية يقول حلفاء الولايات المتحدة في الضفة الأخرى من الأطلسي إن الاتفاق الموقع في عام 2015 هو أفضل وسيلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي وحسب فرنسا وهي واحدة من عدة قوى أوروبية استهأت من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق فإن أسلوب واشنطن في فرض مزيد من العقوبات على طهران سيعزز موقف المتشددين المهيمين في إيران نختلف مع الأسلوب لأن هذه المجموعة من العقوبات التي ستفرض على إيران لن تتيح مجالا للحوار بل على النقيض ستعزز موقف المتشددين وستضعف الرئيس الروحاني هذا الموقف قد يعرض المنطقة لمزيد من الخطر إيران من جهتها تمسكت برفضها المطالب الأمريكية حيث اتهم وزير خارجيتها محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي بومبيو بتكرار مزاعم قديمة ضد طهران إنما بنبرة أقوى وأقل تهذيبا وفق تعبيره بصراحة تعليقات بومبيو لا أساس لها وخالية من أي منطق ولا تستحق حتى الرد عليها فكل ما أود قوله وتكراره هو أن بومبيو وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية ليسوا سجناء لأفكارهم العارية من الصحة وأهامهم القديمة فحسب بل أيضا رهائن لجماعات ضغط فسدة ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع نظيرهم الإيراني في فيينا الجمعة المقبل لبحث ما يمكن القيام به للإبقاء على الاتفاق واستقلق كبير من تضرر شركات أوروبية من العقوبات الأمريكية الجديدة التي دفعت بعض الشركات إلى الانسحاب بالفعل